بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه ومن ولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا إخوتي وأخواتي اليوم بإذن الله وعونه سنشرع في الكلام عن النموذج الأخير وطبعا بقي نماذج أخرى كما قلت لكم هناك من طرح سمية نماذج طرح أربعة نماذج كنت بودني أتكلم عن نموذج الرابعة لحوار لكن أريد أن أختصر لأنه يعني لا يمكن نحن في سلسلة أن نقول حتى معظم أو نص ما يمكن أن يقال أحسن أن يترك الباقي لعمل حلمي بحياني لكتاب لدراسة كبيرة لكن نحن نريد فقط أن نؤنسكم بأن نضعكم في المشهد لا نستوفر على أشياء كثيرة اليوم بالذات سأتكلم عن نموذج التكامل أو الاندماج كما يوفروا بعض العرب كلمة اندماج ليس دقيقة على فكرة ليس ترجمة دقيقة ترجمة فيها بعض التحيف في مصطلح التكامل لسه أفضل من كلمة اندماج نموذج هذا ممكن تسميه نموذج التواصل والتراسل كمان هذا الكلمة التكامل يعني تواصل وتراسل ممكن نسميه نموذج الاعتماد المتبادل لكن هذا طبعا يجرح الكبرياء العلمية ويجرح الكبرياء اللاهوتية ما برضو تخيل طبعا أنه اعتماد متبادل تقليه كما لأن هذا مصطلح مصطلح الآن في المجتمعات الأكاديمية يستخدم هو نموذج الثالث والأخير الذي سننهي به محضراتنا عن علاقة العلم بالدين بعد أن فرغنا من نموذج الصراع ثم نموذج الانفصال والآن نموذج التكامل إن شاء الله تعالى نموذج التكامل وطبعا من اسمه يوحي يوحي بأنه أشبه بحل وسط بين الانفصال والمجافات تم هذه وبين الصراع والاشتباك والصدام أنه كان هذا يجاء جاء حلا وسطا إلى حد ما هذا الكلام صحيح وإن لم يكن دقيقا تماما إلى حد ما فيه بعض الصحة لا يخلو من الصحة حتى لا أطول بالمقدمات أنا سأستعين بالنماذج أو ما سمى هو بالإصدارات الثلاثة التي حددها العلم الأكبر طبعا في هذا الباب من أواسط العقد السابع في القرن العشرين وهو الذي شق بأعماله الأولى كما قلت لكم أكثر من مرة هذا الفلد أو هذا المجال الجديد البحث الأكاديمي مجال العلم والدين هذا مجال صار لحاله ليس مجرد محاضرة أو بحث أو كذا أبدا مجال علمي له كراسي وكتب ومؤتمرات ودراسات وجوائز ما عجيب ومجلات ودوريات ثلاثة إصدارات الإصدار الأول اللهوت الطبيعي الاصدار الثاني النسخة الثانية من نموذج التكامل لهوت الطبيعة نرى الفرق تخيل هذا الشيء وهذا الشيء اللهوت الطبيعي الاصدار لهوت الطبيعة الاصدار الاصدار أو يعني النسخة الثالثة والأخيرة التوليف أو التركيب أو التركيبية النظامية أو المنهجية Systematic Thincesses التركيبية النظامية ثلاثة سأتكلم عن كل واحدة وهيك بكون تقريبا إن شاء الله مع التعقيبات التي ستأتي طبعا في وقتها أنهيط الكلام عن نموذج التكامل عن نموذج التكامل أبدأ بالإصدار الأول وهو اللاهوت الطبيعي Natural Theology طبعا اللاهوت إذا قلنا لهوت يقصد به لهوت النظامي وهو اللاهوت الديني في نشخته الدينية اللي بين قوسين يمكن أن يقال البحث أو المير يعني الخالصة هذه اسمه لهوت نظامي لهوت كتابي نظامي طبعا نحن تقول لي شو لهوت يعني Theology باختصار كلمة Theology عندهم تساوي عندنا علم الكلام علم الكلام مش هقول لك علم العقيدة ليش طيب؟ لأنه في عندنا نسخة من علم العقيدة أثرية لم تسمح ولم تتعاطف مع استخدام علم القواعد المنطقية وبعض المبادئ الفلسفية لدعم القضايا الاعتقادية من الذي فعل أو ما الذي فعل؟ علم الكلام علم الكلام الأشعري والما تريدي والإمامي هذا علم كلام استخدم مبادئ المنطق وبعض المبادئ العقلية والفلسفية في دعم ماذا؟ القضايا العقادية التوحدية الدينية يسموه علم الكلام في السياق الغربي يسموه هذا هو لماذا؟ لأن الثيولوجي على الأقل الوسيط وفي الحقيقة قبل الوسيط القديم يعني ساد أونغستين أحد كبار الآباء القديس ساد أونغستين من هيبو معروف من هو صاحب الاعترافات ومدينة الله هذا استدمج ووظف الأفلاطونية في النظام اللاهوثي بالكامل معناها ثيروجي هذا علم كلام هذا ليس عقيدة بحتة ليس عقيدة كتابية بحتة واضح؟ وظل الأمر على ذلك إلى مطلع مطلع القرن الثاني عشر حيث تم استيراد أرسطو كواخر حد عشر ثاني عشر تم استيراد أرسطو عبر الرجدية اللاتينية ابن الرجد حين ترجمت أعماله إلى اللاتينية أعماله معظمها شروع عالمين على أرسطو هو شارح عظيم جدا شارح الأكبر لأرسطو فيما سمي الرجدية اللاتينية لأنها ترجمت إلى اللغة اللاتينية وبدأ استدماجه في النظام اللهوتي بدل من أفلاطون واضح؟ صار فيه افتراق حدثتكم في الحلقة السابقة أن توماس أكوينس أو توما الأكويني تلميذ ألبيرتوس ماغنوس أو ألبيرت الكبير ألبيرت الكبير درس أعمال أبن رجد وإبن زيناء واستوعبها وتبناها وصدر عنها وتأثر به أكبر يعني عالم اسكولاء مدرسي اسكولاستك يعني في تلك الحقبة وربما إلى اليوم توما الأكوين من عيام الأكوين إلى اليوم لم يأتي واحد في حجم توما الأكوين عندهم يشبه به ولا يشبه هو بأحد قومة 1274 هلما أذكر لكن كان معاصراً كما ذكرت في حلقة سابقة كان معاصراً لآخرين لا زالوا على على الطريقة الأفلاطونية وليس الطريقة الأرسطية التي يرونها وثنية ومادية مشروحية تأملية مثالية بونافنتوري مثلاً بونافنتوري كان معاصراً لكويني ومعاد في نفس السنة وهو ثيولوج كبير جداً ومذهل لكنه كان أفلاطونياً ولم يكن ماذا أرسطياً بعد ذلك رجحت كفة أرسطو صارت كل الفلسفة المدرسية فلسفة أرسطية كل المدرسيين العظام وأعظامهم توم الأكوين طبعاً كانوا ماذا؟ أرسطيين كانوا أرسطيين واضح يا إخواني؟ جميل الآن ما علاقة الموضوع هذا بقضية اللهوت الطبيعي ما هو اللهوت الطبيعي؟ ما هو اللهوت الطبيعي؟ وما هي نقطة الانطلاق في اللهوت الطبيعي؟ نقطة الانطلاق من أين؟ على عكس ما تتصور نقطة الانطلاق في اللهوت الطبيعي العلم ومش الكتاب مش العلم الفلسفة الطبيعية زمان واليوم السينس مش الكتاب المقدس هذا هو اللهوط الطبيعي حتقول لي معناها مجال اشتغال اللهوط الطبيعي أكيد أكثر أكثر ضيقاً من اللهوط النظامي طبعاً اللهوط النظامي يبحث في كل ما بحث فيه اللهوطيون عبر العصور من قضايا الدين وغيبياته اللهوط الطبيعي يبحث بشكل أساسي فيما يتعلق بوجود الله لا إله إلا هو موجود ولا غير موجود ما هي الأدلة على وجوده ما هي البراهين على وجوده هذا هو لب اللهوط الطبيعي واضح حتقول لي معناها اللهوط الطبيعي يقترب أو على الأقل في علاقة عموم وخصوص وجهي بينه وبين الربوبية دايزم أكيد طبعاً بينه وبين أيه الدايزم الربوبية ما الربوبية؟ الإيمان بأن هناك رباً خلق وسوى ودبر ورزق وكذا صح لحد الآن لكن هذا الرب لا يعتني بناء على نحو ما تذكر الأديان التوحيدية أو النسخة التوحيدية الثلاثة من الدين توحيدي يهودي والمسيحي والإسلام أن يبعث لنا أنبياء ويسلنا رسل ويأمرنا وينهانا ويبشر وينذر وجنة ونار قال لك هذا كله لما الصحيح عند تفسيرات أخرى هذه لا نؤمن به الله يعني يؤمنون بالمصطرحات الإسلامية بالله رباً خلقه سوى ويحي ويميت الأخير لكن لا يؤمنون به إلهاً يستحق ماذا؟ يستحق أن يشرع وأن يطاع وأن يعبد قال لك لا هذا كله شرس أديان ما نشعرقه بها هذا اللهوت الطبيعي هذا اللهوت الطبيعي هذا مهم للدين مهم في حدودها الضيقة صح معناها وين يستطيع اللهوت الطبيعي يخدم أن يجيب أدلة جديدة إذا لم يدليل من حيث الجوهر المنطقي والاستدلالي من حيث المادة من حيث المقدمات مقدمات الأدلة المواد التي يشتغل عليها الدليل القياسي العلم يفعل هذا العلم يفعل اللهوت الطبيعي قال لك هذه شغلتي ستقول لي معناها اللهوت الطبيعي من حيث يعني الأصالة والجدة ليس ماء في الإصاع طبعا ليس ماء في الماء أبدا هو بطريقة أو بأخرى امتداد لللهوت النظامي في بابه الذي اختاره امتداد لكنه امتداد أصبح أكثر عمقا وأكثر تفريعا وأكثر تفصيلا ولا يشتغن عنه ستقول لي من هنا فائدته للدين من هنا فائدته للدين كويس وهذا فعلا يخدم نموذج ماذا التكامل نموذج التكامل والتخادم يعني هذا اللهوت الذي نقطة انطلاقه العلم الطبيعي يخدم الدين على الأقل في قضية ماذا وجود الله إثبات وجود الله عدم استغناء الكون عنه بس هذا النتشور نتشور 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 جميل عشان لا أريد أن طبعا هيك يكفي أن تفهم الكلام هذا الآن تريد أن تقرأ كتابا أو كتبا في موضوع وهي كتب كثيرة جدا في اللهوت الطبيعي وعلى ذكر دارون دام نحكي دارون كذا واللحظة الدارونية دارون لما كان مؤمنا تماما بالله ومسلما بأدلة وجود الله تبارك وتعالى كان متأثرا أكثر شيء بكتاب اللهوت الطبيعي لويليام بيلي رجل الدين الإنجليزي والذي نشره أو أصدره سنة 1202 سنة 1202 أصدر كتابه اللهوت الطبيعي اسمه هيك اسمه ناتشور ويليام بيلي اللي بذكر فيه إيش أمثولة الساعة اللي انت ماشي في أرض بور والسخور كلها مسننة ومدببة وملساء كذا سخور ما في شيء يلفت نظرك إلى أن تقع عينك أو تعثر رجلك بشيء فتلتقط لأول مرة تترى الساعة ويفترض لأول مرة فإذا بشيء هكذا يعني فيه ما يسمى الآن بعقارب الساعة الثلاثة هذه وفيه تدريجات سواء مرقمة غير مرقمة لكن على مسافات متساوية وهذه العقارب تلف تدور بعضها أسرع من بعض بعضها أبطأ فتحتها من الخلف وإذا فيها تروس ومسننات وأيضا تدور مباشرة نقول وليام بيلي أنت ستخرص إلى أن هذا الشيء مصمم في حين أنك لا يخطر على بالك أن هذه الصخور كذا كذا شيء مصمم موجودة موجودة طبيعية عادية العالم ولكن هذا الشيء يتميز بشيء يجعله فريدا من بينها لافتا لا يمكن أن يكون هذا قبل حتى أن تقف على ماذا على الغاية أو الهدف من هذا الشيء وأن هذا لتعين الوقت بدقة تطابق مع الحقيقة هذا كتاب اللهوة الطبيعة تبع بيلي طبعا هذا الكلام وبرهان الساعة ونموذج الساعة هو تنوي على برهان التصميم الذي هو تنوي على برهان العلة الغائية أو برهان النظم أو برهان النظام احفظوا هذه الأشياء برهان النظم برهان النظام برهان العلة الغائية برهان التصميم أو بعدين توليف الدقيق كلها من نفس الساحة كلها كلها هذه برهان العلة الغائية برهان العلة الهدفية الغرضية الغائية جميل فاللهوط الطبيعي إذن بتناول البراهين العقلية والعلمية على وجود الله هذا اللهوط الطبيعي طيب عشان نشوف خلاصات هذه الكتب كلها القديمة والحديثة هي ستدور على البراهين العقلية الشهيرة الأربعة على وجود الله وخاصة الثلاثة الأولى منها أول شيء برهان العلة الغائية الآن فرغنا منه صح طبعا هتشرح خلاص لا طبعا عشان يكون في لاهوت وعلم وعنده كراسي وعنده علهما ونقشات ومناظرات إنسى برهان التصميم شيء لا يفرغ الكلام فيه الآن ألوف الصفحات بل العشرات ألوف الصفحات التي كتبت حول نبدأ الأنثروبي شو الأنثروبي يعني الإنساني أنتروبوس معناها إنسان المبدأ الإنساني اللي شرحناها في خطب قبل أشهر برضو محاضرات وكذا آلاف عشرات آلاف الصحف كتبها فلاسفة وعلماء ولهوديون عن المبدأ الإنساني كله داخل ماذا الكلام عن البرهان الغائي برهان النظم برهان النظام وطبعا هل سلم الجميع المبدأ الإنساني لا لم يسلموا والمبدأ الإنساني له صيغة كثيرة كثيرة مشهور أنها أربعة والأكثر شوهة الثنين المبدأ الإنساني القوي والمبدأ الإنساني الضعيف و الويك و قصة و و الصفحات بين الفلاسفة والعلماء واللهوديين كل هذا داخل في اللهوط الطبيعي و في مرهان التصميم مرهان العل الغائية هذا الشغل هذا الشغل العلم والأكاديمي هو هيك مثلا ما هي سهلة إننا نعن المحاضرة وخلصنا هذا برهان التصميم وهو دليل مطلق صاحق ما حق على كل هذا كلام منابر وكلام معظم مش كلام أكاديميين ولا فلاسفة ولا مفكرين ولا كلام الناس متواضعين مع الحقيقة ومع قرائح العقول عقول ضخمة بعض محمدين النوبل اشي معارض اشي معه اشي كده اشي رهيب لابد أن يقرأ كل هذا وتقرأ جذوره التاريخية يعني قبل شارلس داروين من أول واحد حاول سد الضربات لبرهان التصميم وهي الأسف أخنعت الكثيرين من رجال الفكر وهزت إيمان بعض رجال اللهوت أيضا هو ديفيد هيوم ديفيد هيوم أول من تعرض لبرهان التصميم وتعرض له بشبهات فلسفية بين قرسين لا يستهن بها مش أي كلام لا يستهن بها ولابد من تناولها في منتهى الصرابة والجدية الفلسفية ما هي سهلة بالمرة وبلا شك هذه الشبهات أو الاعتراضات لا تزال سارية ممتدة في شبهات المعاصرين إلى اليوم لذلك ديفيد هيوم أبو كل الوضعيين ما رأيك؟ وأبو الملاحد أيضا وأبو الشكوكيين وهو شيخ الشكاك من تلك الحقبة كان لابد من تناول هذا الموضوع طبعا فعل ذلك أكثر من رجل من رجال اللهود أيضا وفعل ذلك فلاسفة ورده على ديفيد هيوم وإلى اليوم تتوالى عليه الردود وهذا النسخة القديمة من الشبهات على برهان التصميم لن أعطيكم بعض الأمثلة لأنه يصبح كلامنا عن برهان التصميم أبنى بس أنا أعطيكم التصور وين الأمور جارية ماذا يحدث؟ ماذا هو النتشر في الوجه هذا؟ يبحث في ماذا؟ يتكلم في ماذا؟ يتكلم في أشياء زي هذه يقول لي هذا شغل كبير شغل كبير مائة المجلدات معنا عالم لحاله هذا ليس أي كلام يعني من هجيكم وانتهينا عالم ما بانتهي والكل يدلي بدلوية فلاسفة وعلماء رجال دين كله يتكلم في هذا الباب وكل واحد يدلي بدلوية شيء مرهق ومتعب جدا يعني قبل فترة أنا أقرأ الأفيزيائي أمريكي ملحم روبرت بارك يزخر من برهان التصميم ومن برهان المبدأ الإنساني هذا واعتمد حجة مرتين في كتابه أول عليها تخيل واضح أنه عالم عالم كبير وفيزيائي كبير ولكن فيلسوف ضعيف كما أقول تايم لأسف لو درس الفلسفة حقا لما تورط في هذه الورطة أعطيكم بس مثال ما يحدث مع العلماء تجد عالم محترم ومبغي الجوائز وعنده كشوف سواء في الفيزيائي أو غيرها ومع ذلك تورط وانتهي إلى الحاد لأنه ليس مدرب فلسفيا مش مدرب فلسفيا مش مسقول فلسفيا قال لك فرهان النظم هذا والمبدأ الإنساني هذا مثلا ما هو السخيف بس وتقلب عنه باستسخاف أنه هذا شيء سخيف هذا يعني هذا يؤمن به الناس البسطاء السدج يا رجل فيه ناس من كبار العلماء آمنوا به المعاصرين فيزيائيين عظام ودافعوا عنه ليش هذا الفيزيائي الأمريكي عموما أنا لم يعجبني فيه هذه النبرة المستعلية عنده استعلاء كان عبر كتابه كلي عنده استعلاء واستخفاف قال لك إحنا نضحض هذا البرهان باعتماد المغالطة الشهيرة مغالطة قناص تيكساس تيكساس شاربشوتر فلسفيا يا سلام ما هذا تيكساس شاربشوتر يعني السنايبر هذا شاربشوتر فلسفيا مغالطة قناص تيكساس ما هذا قال لك هذه الرجل في حظيرته عنده حظيرة أبقار وأغنام وكذا وخانزين أكرمهم والله ادعى أنه قناص متقن وعني ما شاء ما حصل يعني طيب فرح أطلق رصصات في حائط خشبي في حظيرته ثم ذهب إلي حيث أطلقها ووضع دائرة حولها وقال لك شفته الخمس سلسلات في قلب الدائرة يقول لي يعني هذا الفزياء الأمريكي الملحد قال لك هذا الذي يحصل مع المؤمنين هذا الذي يحصل على المؤمنين طبعا قريب من هذا برتراندرسل برتراندرسل كلما تكلم في كل كتبه وأنا أستقرب عن برهان التصميم برهان النظم يتكلم بهذا المنطق نفسي وينتحر عقليا برتراندرسل ينتحر عقليا إذا كان أطلقت العبارة عن عشر سنين ولا أكثر لا يمكن أن تلحد إلا بعد أن تنتحر عقليا وعند برهان الفلسفة عليها على فكرة برهان فلسفي برتراندرسل لا تذكر كبير هذا ليس أي كلام ذاكي جدا كان وفيرسوف خطير هو كان يدرك أنه لكي يلحد لابد أن ينكر معقولية قوانين الوجود ومعقولية كل ما يظن أنه معقول وهذا بالضبط هو معنى الانتحار العقلي إنسى لأنك يا رسل لا أنت ولا أنا ولا أي واحد على البسيطة يمتلك عقلين يمتلك عقلين عقل يتعقل به الكون وعقل يتعالى عليه من الصحيح في عقل واحد هو الذي يعقل ذاته ويعقل الكون فإذا رأيت أنه ما في أي استناد للمعقولية في الخارج في الوجود في القوانين في كل شيء فبالتالي إيه لا معنى للمعقولية من حيثيها بالتالي يستوي كل شيء وكل شيء الشيء الشيء ونقيضه الشيء وضده الشيء ونفيه دخلنا في جنون كان يفعل هذا دائما تخيل وعلى فكرة أول المتضررين من هذا العلم نفسه العلم مع أنه في تقص بسيط جدا 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 يكفي طبعا موضوع المعقولية موضوع معقد جدا أعرف هذا وأنا هوعي بهذا تماما موضوع المعقولية وما هي المعقولية وما هو المعيار الحقيقي المعقولية ممكن أن يتوافق عليه موضوع أصعب مما يعني نتخيل وصحيح أعرف هذا لكن لكن في حد على الأقل ينبغي أن يحصل عليه التوافق شوف المعقولية ممكن تفهم على أنها تفهم على أنها ضرورة في ضرورة في معقولية صح هذا مستوى من مستوى فهم المعقولية أنا بعجبني القوميس الأجنبية الخاصة وبستر هذا كذا وأكسفورد بالذات أشي جميل جدا جدا يجبك المصطلحات والذي أحسن منه كان في زمنه أندريه لالاند في قاموس الفلسفي يجبك أي مصطلح ويجبك كيف تم اعتوار هذا المصطلح عبر التاريخ تاريخ المصطلح والاستخدامات المتاحة أيضا مع اختلافاتها وفروقاتها هذا عمل مهم جدا جدا على الفكرة في العلم هو هيك هو هيك العلم هيك الفكر فالمعقولية ممكن في طبقة معينة تفهم على أنها إما يساوق الضرورة صح إذا انتفض الضرورة لا معقولية أسلم بهذا ممكن لكن ليس هذه كل المعقولية انتبه على الفكرة ليس هذه كل المعقولية لو هذه المعقولية فقط كل حياة الاجتماعية يصبح غير معقولة صح كل النظم القانونية والدنيا يصبح غير معقولة ما رأيك العلم كله من ألفية يصبح مسعا غير معقول وما في عالم يقبل هذا يقولك لا كيف العلم عنده درجة معجبة مذهلة من المعقولية بس انتبه مش المعقولية بمعنى ايش الضرورة مساوقة الضرورة ها لو أخذنا المعقولية بمعنى أنا بعرف أنني أطلح فلسفة شوية غامض وكذا بس على الأقل اللي بده يتوسع فيها عشان يفهم أنا وين ذهب لو أخذنا المعقولية بمعنى الانتظامية الاطرادية التجريبية وهي التي يؤم بها العلم وهي مبرر استمرار ايش الطموح والشغف والمسع العلمي بغير هذه الانتظامية لا يمكن أن يخوم العلم أصلا والعلم بهذا الاعتبار مسعا معقول والطبيعة من الجهة الأخرى ماذا معقولة اذا صح ولا وفعل لذلك المحتنى في حلقات سابقة مما وجه من نقد لمعيار القابلية للتكذيب فلسفاي ابيلتي فرنسفول طبع كالقوبر هو ايش انه يا سيدي امنا امنا انه ايه ممكن نقع على بجعة واحدة سوداء البجع دائما ايش تسوانز هذا ابيض ايه ممكن وتكون بنافسية كمانو صفرة بس هل بجعة واحدة ولا حتى عشر بجعات ام اذا ملايين او مئة ملايين البجعة الابيض قادرة او بتسوى او بتستاهل ان انا اشكك في سعي الاستقرائي وهذا كلام قوي على فكرة طبعا كلام قوي ضد قبر لذاك على فكرة حتى موضوع وكمان موضوع ايه اللي يسموه يعني ايش الديماركيشن يعني اللي هي ترسيم الحدود ترسيم الحدود بين الميتافيزيقة والعلم وحتى طبعا بين العلم والدين اذا بدك كمان انا بدنا عنده جانب الميتافيزيقي ها لازم يستند على ايش على معايير علمية معايير لعلمية النظرية من ضمنها معايير ايش القابلية التكديم هذا موضوع الان على فكرة تراجعت الثقة فيه اكثر بكثير من ذي قبل ايش رايكو يعني قبل اربعين سنة كان فيه نعمة راحة انه يعني من اقوى معايير على الاطلاق القابلية التكديم وفيه ناس يجابوا معايير ثانية الان في اللحظة هذه احنا في اخر عشر سنين للأسف لا تكاد تجد فيلسوف علم في العالم الغربي مرتاحا واثقا من اي معيار لترسيم الحدود ايش رايكو من اكبر المعطلات الان اللي شوشت العقل الفلسفة العلمي في الغرب وفي العالم طبعا باتبع لانه بنتج المعرف العلمي هم انه ما في عندنا استيثاق ولا شيء قريب حتى من الطمأنينة لأي اي كريتيريا او معيار يعني واحد فنرجع نرجع نقول ايش اللهم صلى لسيدنا محمد نعم انه البرهان التصميم هذا كثير نقود عليه اخرها قال لك ايش قال لك مغالطة قناص تيكساس جميل جدا لو المسألة هيك يا سيد قال تحل بهالطريقة البسيطة هذه كان ما في عالم محترم ولا فيلسوف عميق ولا لهوتي محترم أصلا سلم ببرهان المبدأ الإنساني هذا كان كل مرحب هذا كلم فارغ طيب لماذا لم يسلم ولماذا هذا المضاقط لا تنضبق انا اقول لك اعمل تنويع اعمل تنويع اللي حصل ليش عن نحو ما ذكرت بصراحة اللي حصل شيء مختلف تماما انه انه كان فيه نوع من ايه من الكلام والتساؤل انه هذه الحضيرة فيها ذبابة تطير ومزعجة رب الحضيرة له ايه الشهر بيحاول ايه يقنصها ما قدر ايش عجيب ما قدر اجي الشهر بشوتر هذا قال له انا انا خناص شاطر وعلى بعد خمسة عشر متر اصيد لك هذه ايه الذبابة في حديقة مساحتها مثلا نفترض ايش تلت تلاف متى مربع تخيل وفيها متين رأس من ايه الافراس وفيها خمسين بقرة وثلاثين حمار وسبعين خنزير وثلاث تلاف متى مربع واجه فعلا مباشرة وطلع مسدس اضرب 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 وخلاص رحنا وجدنا بالضبط خلف الثقوب بتاعت الرصاص نازل ايه الرصاص هذا نفترض مثلا والذبابة هناك الذبابة هي بالضبطية هذا الموضوع مش هالفترة يا حبيبي هنا سيقال في شيء غير مفهوم هنا في قضية في تآمر اللي سماها ايش فريد هويل قردنا قال الرب قردن الفيزياء والكيميا والاحياء منكد ويذ قال كذا 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 في شيء مش مفهوم ولذلك الفلسوف جون ويزلي لما ايه بده يجيب عن ايه المغالطة تيكسس هذه ها وماذكرها بالاسم بس معروف هي هيك جميل لخصت كل اعترضاتهم بموضوع مغالطة خناص تيكسس هذه اعترضاتهم بديك اكتفهم في العمق ايش ايش اني بحكي يعني في العمق يا اخواني هذول الناس قلت لك منهم رسل ايش بقولوا بقولوا اصلا انت جيت على الكون هنا لقيت الموضوع كله زي انه هي الشمس وهي القمر وهي انا وانسان عاقر وبقى ماشي واش عارف ايه فقالت يا ربي اعجاز رهيب ولا في اعجاز ولا في رهب ولا في اي شيء كل ما حصل هو هذا هذا الموجود اصلا فانت ما عندك حتى امكانية القياس بشيء اخر فانت بتقول هذا اللي حصل اشي فضيع ورهيب ما تشوف هاي هذا اللي حصل عن طريق ايش المصادفات سميها سعيدة غير سعيدة هذا اللي حصل زي موضوع فانت الحين جايش بطريقة خلفية وراجعيش تقول يا ربي هذا الحصل رهيب هذا عجيب رسل بقول لو حصل عكس تماما ها هنقول كبير انتم تعملوا دائرة لا جون وزلي قال صحيح اعتقد وزلي اخذ الذين يفايزوا بجائزة تمبلتن اخذها الفايز هذا عظيم عقل كبير قال اللي حصل مثل اللي حصل بالضبط عشان هذا يكون مضياف يستضيف وعلى فكرة مثل ما قال فريمان دايس قال مضياف بطريق ما قال هو يعني بلغة التحيير تحيير لم ليس طميع العشان بالجاية وقال بعدين فريمان دايس هذا من كبار عمال فيزياء قبل عشان عن الإطلاق طبعا 200 سنة عشرين عن قريب 200 سنة قال انا رجل ليس من القرن الثان عشر انا لا انا رجل من القرن العشرين وال الحاد والعشرين درب تدريبا رياضيا وفيزيائيا عاليا جدا لست من القرن عش لك اقول هذا البرهان المبدأ الانساني او برهان قاطع على وجود الله فاهم مطبات وفاهم المحاذرات العلمية والفلسفية ولكن اقول انا نفسي قال ولكن اقول المبدأ الانساني والتوليف الدقيق كاف جدا لكي يدل على دور وعمل العقل في الوجود عندهم عبارة دقيقة مش سهلين هم قال لك انت ممكن تقشني انا لا اناقش في مستلحات واسماء كاش تعتبر مجدول لا مشكلتك قال بس لا تقدر تنقشني قال كذا يسونا ورياضياتي كبير وفيزيائي خطير وتقول لي ان هذا العالم ما فيش في معقولية كأنه بتكلم عن رأس العمثال وانتبع وعن يتكلم عن مغرض قناص تكسس وكأنك بتقول لي ان الوجود نفسه خالي من العقل خالي من الوحي وبالتالي طبعا الفكرة وجود بلا عقل وجود بلا وعي هو وجود بلا هدف ولا هدف لا يوجد لا يوجد لا يوجد غرض وجود بعقل رغبا عنك رياضيا وجود بهدف ستقول لي ما هذا لا نريد إياه العلماء الملاحظة هذا الأزعجنا ونريد نرجع لمربع الأول والعصور الوسطى والله والدي والأهداف رغم عنك الكون يقول ما نفعل لك يعني سيب من الدين انت سيب من الأكوين الكون يقول هيك جون ووزلي أثبتها بطريقة أخرى قال لك اللي حصل ماذا هيك اللي حصل بمثابة ذبابة بعيدة عن تقريبا 14 مليار سنة ضوئية ذبابة مش نجب ولا عرض ولا كأوت ذبابة على بعد 14 مليار أطلق قناص رصاصة عليها وأصابها أصاب الذبابة على الفكرة هذا مش كلام انه يعني قاعد بتمر أخياله هذا حصيلة معادلات رياضية بالرياضيات عشان توجد الحياة وينتج الإنسان العاقل بوعي هذا في هذه الظروف الأمور محسوبة ومدققة يعني بطريقة تشبه في إعجازيتها ولا إحتماليتها إحتمالية أن يطلق قناص رصاصة من الأرض الآن من هنا من فيينا على ذبابة تبتعد عنه 14 مليار سنة ضوئية ويصيبها ما هو الاحتمال هذا ستقول لي هذا زيره الاحتمال الصفر هذا هو هذا أين هذه الحسابات الدقيقة لذلك على فكرة ما نحب أن يقرأ من أحمق وأفضل الدراسات عن المبدأ الإنساني والتوليف الدقيق كتاب جون بارو وفرانك تيبلار كتبوه وحصتوه بالإنجليز لا يمترجم بس شيء عميق جدا وكلاهما رياضيان وعلماء فيزياء من جون بارو وفرانك تيبلار لما تكلموا مئة الصفحات كتابهم كتاب ضخم مذهل حسابات كلها حسابات رياضيات ليس أي كلام تقول لدوارية وتكساس وما تكساس الكلام الفارغ هذا كل كلام فارغ هذا ليس كلام محترم على كل حال سأقول لهذا ما هو موضوعنا لكننا أعطيتكم مثال فقط كيف تتم للسنقشات وكيف الأمور ليس مسلمة على فكرة لا يوجد طرف من الطرفين رفع رأي البيضاء استسلمنا انتهى كل شيء لا 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 الجدلات متواصلة نرجع اللهود الطبيعي يبحث إذن في البراهين التقليدية يعني لا يوجد برهام لديه على فكرة لا يوجد أي برهام العقل العلمي مهما كان عملاخ وعظيما أنه يفتجره يبتكره كلها مقدمات ومواد لبراهين قديمة هذه اسمه برهان برهان العلّة الغائية البرهان الغائي برهان النظم برهان النظام كل كلامهم في التصميم وفي المبدأ الإنساني والتوليف الدقيق كله داخل في البرهان العلّة الغائية واضح؟ هذا شغل الناتشورالثيولوجي واضح يا أخواني سأقوم برهان الثاني في البرهان الثاني يسموه البرهان الأنطولوجي هذا العلم لا يوجد علاقة به هذا لا يوجد علاقة به هذا برهان فلسفي محض تبع أنزلم من كونتربري قال القديس أنزلم من كونتربري هو الذي عمل البرهان الأنطولوجي سنشرحه هناك واحد فلسوف ألماني معاصر كتب عنه 700 صفح واعتبروا من أقوى البراهين لكن الناس لا يعقلون مع أنه نقضوا إيش كونت ونقضوا هيوم وديكارت يعني له موقفين منه كذا هذا قال لا 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 أعمق مما تتخيلون ونقضوا رجل الدين معاصر لأنزلم هو الرجل ما أقول لك باختصار درهان العنطولوجي أقول لك تنم تفكر في مفهوم الكبير شيء كبير شيء كبير كيان كبير أي كان هذا الكبير مخق دائما يفترض أكبر منه هذا الأكبر المافي أكبر هو الله بس بزهيك فالسوش الألماني كتب سعبا مائة صفحة يشيد فيه أركان هذا البرهان الصعب ما هو سهل على فكرة كما تخيل وليس سهلا نقضه كانت الأسف أخذه من زاوية هيك يعني ما بعرف استدفعوا أنه لا هذا البرهان سهل نقضه ما هو سهل بالمرة ما قال لك قال لك هذا البرهان يقوم على فكرة أن ما في العقل ما في الوجود وهذا يكذبه أنك ممكن تفترض أشياء كثيرة وتتخيلها وليس وجود تتخيل كائن بسبعة ترليون رأس وقط عنده عين واحدة في الرأس رقم أربعة ترليون وخمسمائة مثلا مليار تتخيل أهبل بتكيها وهذا ليس معنا أنه موجود تتخيل كما يكون فالسفة العربي تتخيل محيرة أو بحر بحر من زئبق ليس طبعا لكن ليس موجود بحر من زئبق بارد ليس موجود فهي كانت قال وجه لا 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 هذا نقض على فكرة كثير بسيط وساذج البرهان أعمق من هيك بكثير فتتكلم عليه موضوع ثاني هذا هذا ملوش المفروض النتشورثولوجي ليس تغرش عليه لماذا طيب؟ لأنه برهان فلسفي محظ برهان فلسفي محظ إذا تكلم فيه واحد باحث في النتشورثولوجي من نوع فقط التأنس يريد أن يوسع بحث ويوسع مدارك ويوسع مدارك ولكن هو ملوش علاق زي ما قلنا اللهود الطبيعي نقطة بداية ماذا؟ العلم يبدأ من العلم لذلك أكثر ما يتمثل شغل اللهود الطبيعي فأي برهان؟ برهان العلّة الغائية صح؟ أنت حين أخذت فكرة عنه بليحة أخذت فكرة عن البرهان الأنطولوجي وفيه كانت برهانين البرهان الثالث يسمونه البرهان الكوني فكرة عن البرهان الكوني ما هو البرهان الكوني؟ بعض الفلاسفة مثل بدوي اقترح أن يسمى البراهين الكوني وأنا معه وليس واحد بصراحة هي براهين كونية واحد برهان السببية أو العلّة والمعلوج هذا برهان كوني ثانين المحرك الذي لا يتحرك لأنه ليس برهان هذا برهان الأرستو برهان كوني ثلاثة برهان الواجب والممكن عند ابن سينة وعند الفراب وعند فلاسفة وعلان هذا برضو برهان كوني تفتعلي وفيه طبعا تدمعات أخرى على البرهان الأخير هذا ما بدأ تحدثت عنها في خطب قبل سنة هذه البرهان كله تسمى ماذا البرهان الكوني في الحقيقة البرهان الكوني لأنه برهان الإمكان والوجوب غير برهان العلّة والمعلوم غير برهان المحرك الذي لا يتحرك تبع أرسط هذا غير هذا غير هذا غير هذا فيه مشتركة بسطة بينهن وحان حان نضطر نجيب برهان التسلسل إبطار التسلسل داخل فيها طبعا ضمن برهان الإمكان إلى آخر هذه براهين كونية آه هذه البرهين الكونية فيه اشتغال في اللهوت ايش في اللهوت الطبيعي فيه اشتغال عليها غير موضوع البرهان الأنطولوجي ليش لأنه عندها جنبة تتعلق بعالم الطبيعة خاصة برهان ايش السببية انت العلم كله روح السببية فمدام بحثت السببية والعلية بده تتكلم فاللهوت الطبيعي بعد البرهان الغائي بتتكلم في البرهان ايش الكونية والبراهين الكونية ليش من جهة السببية وما يتعلق السببية ومن جهة الان شيء يعني العرضية او الامكان المفروض بحسب البراهين الكونية انه موجودات العالم كل ما عدا الله تبارك وتعالى كلها ايش كونتينجينت بيينك كلها كونتينجينت شو كنتون عرضية يعني هذا التفسير هيك لغوي لكن التفسير الكلامي اللهوتي ممكنة ليست ضرورية بل ممكنة كونتينجينت واضح لذلك اللهوذة الطبيعي بتكلم ايش في البراهين الكونية اخر برهان ما بتكلم فيه اللهوذة الطبيعي الا على سبيل برضو قلت لك الاستئناس بس ما لوجه علاقة بي البرهان الاخلاقي هتقول لي هيك انا لأخصلكم هنا اهم البراهين على وجود الله البرهان الغائي البرهان الكونية البرهان الانطولوجي اخيرا البرهان الاخلاقي البرهان الاخلاقي احسن من شيده هو تكلم فيه ايمانويل كانت ايمانويل كانت صاحب الفلسفة النقدية المعروفة وباختصار هذا يعني بطريقه ممكن افهم اياه واحد طبعا عنده كتاب كامل عنه فقط بس اختصاره كله بجملة واحدة انه ايه انه سبحان الله كل انسان في اعمق اعماق تعقله وادراكه يسلم بان الخير لابد ان يكافأ وبان الشر لابد ان يعاقب حتى الطفل الصغير والان هذا علماء النفس بسموه بسموه الحس الاخلاقي المزروع المزروع حس اخلاقي مزروع يعني الطفل يونث به طفل ابن بضعة اشهر قال لك لو شاف اثنين اطفال صغار شافهم الفترة مناسبة يعني ليوم يومين او ساعة ساعتين وعرف انه هذه اللعبة لفلان لهذا لإيه وشاب بعدين بيه اخذ اللعبة مباشرة بعطي رس بونس بعطي ايه ري اكشن امتعاض ومش عاجبه ضده الظلم لانه لا هذا مش اليك وطفل عمر اربعة وخمسة شهر شيء غريب كيف قال لك هذا علم النفس قاعد تكلف للشغلة هذي حلو فكانت كان فاهم الشغلة هذي قال لك فيه عنا حس مزروع وهذا الحس المزروع مستحيل يكون اجم العدم ومستحيل يكون باطل اباطيل مثل اذا بنتشابه بشيء حسي مثل الطفل الذي تردوه امه يخرج من الرحم يبكي مجرد تعطيه الثد يلتقم ويبدأ ايش يمتص اللبن بكاءه اشارة على انه فيه شيء لا بد ايش ان يوقف هذا البكاء كيف يش علم هو لا تعلم والعرف غريزة كأننا فهمنا لما قلنا غريزة انا فهمني هذه غريزة ملصق هيك هاي تفسيرات إلصاقية حط غريزة كأنك انت فهمت يعني فما تفكر نفسك فهمت انه غريزة شو غريزة يعني فهمت انه غريزة خلاص فسرت ما فسرت حاجة ما فسرت فكانت قال لك تماما كما انه العطش عطش ايه ابن ساعة ابن دقيقة بطلع مراح مع امه عطشان بده اللبن كما انه العطش يدل على ماذا على وجود اللبن او الماء كذلك التشوف والتعطش الانساني للعدالة ان يكافأ الخير وان يعاقب الشر دليل على وجود فضاء ساحة مكان ما حيز ما يتم فيه معاقبة الشر ومكافأة الخير قال للأسف هذا ليس الدنيا الدنيا وفعلا تاريخها بقول يا ما ظلمة عاشوا وماتوا معززين مكرمين استهلنا اليوم معزز مكرم صحيح تسبب في قتل 25 مليون بشر عنده في جورجيا صنم كبير ويعتبروه لإيه يعني ما شاء الله أبوهم المعظم المقدس لينين بالروس اسمه لينين نفس الشيء تكب جرائم معزز مكرم لليوم محنط ومخب وشوفوا أنه هذا ما شاء الله جزار ليبيا وأثيوبيا وسربيا قارتسياني وكذا قبره المبجل المعظم هايك بكتوب عنده المبجل المعظم المشعر فيه لليوم أحرق الناس أحياء هذا في ليبيا وأثيوبيا وسربيا أمثالهم مثايل لا يعلمهم إلا الله عاشوا مات وهو مجرم فرعون قاتل شلس وعاشوا مات محزز مكرم يعب من المجد والشهوات كل ما يريد فيه شيء هنا نفس صح قصة غير مكتملة فيه شيء فقاء على النفس يرفض هذا يأباه لا يسلم له ولا يسلم به كانت قال لك هذا هو دليلي أنا الأخوة على وجود الله لا إله الأخوة البرهان الأخلاقي ليس العقل والإمكان والواجب قال لدي موقفين مختلف في هذا كلها وبرهان التصميم قال لدي نقودي على شغلة هذه فلسفته هذا شيء ثاني قال لدي برهان الأخلاقي على وجود الله وبرهان جميلة لكن هذا لا يعمل فيه الناتشرال الهيولوجي لا يوجد علاقة به لأنه برهان ليس من طبيعة علمية ولا يوجد جنب علمية إلا الآن ماذا العلم بشوي ممكن كل شيء بتغير على الفكرة شميل ما في مشكلة ما في شيء ثابت إلى ما لنهاية وثابت الآن أعتقد نكتفي الآن بهذه الحلقة على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى